بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّسِّرُ كُنْ فَأَنِّرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ فَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَالْرُجْلَ فَهَجُرُ وَلَا تَمْنُ تَسَّكْسِرُ وَلِرَبِّكَ فَصُبِرُ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاكُورَ فَذَلِكَ يَوْمَيْذِ يَوْمٌ عَصِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجْعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شْهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَذِيدَ كَلًّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِكُهُ سَعُودًا إنه فقّر وقدر فكتل كيف قدر ثم كتل كيف قدر ثم نذر ثم عبث وبطر ثم دبر وستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سكر وما در كما سكر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعل أصحاب النار إلا ملائكة وما جعل عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يعتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليكون الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يظل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والسبح إذا أصفر إنها لإهدى القبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم من يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كثبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نقود مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حور مستنفرة فرت منك سورة بل يريد كل مرء منهم أن يقتاثوا فمنشرة كلا بل لا يقافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ولا النجم عظامة بل يقادرين على أن نسبي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامة يسأل أيانا يوم القيامة فإذا برق البطر وقطف القمر وجبع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا بذر إلى ربك يومئذ المستقر يلبع الإنسان يومئذ بما قدم بأخفر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاظيرا لا تهرِّك به لسانك لثعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرقناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت الفراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمقى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يطرك صدا ألم يكن طفة ممنه يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فدعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى هل أتى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نقفة النمشاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان بذاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا إنما نتعمكم لبده الله لا نريد منكم جزاء ولا نشيرا إلا نخاف من ربنا يوما عبوسا كوطريرا فبقاهم الله شر ذلك اليوم بلقاهم نغرة وسرورا فجذاهم بما صبروا جنة وحريرا متكهين فيها على الأرائق لا يرون فيها شمسا ولا ذم حريرا فدارية عليهم غلالها وغللت كتوفها تغليلا فيطاف عليهم بآنية من فضة وأقواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا فيسقون فيها كأسا كان بذاجها ذا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا فيطوف عليهم ملداد مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لتلها منصورا فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم سياب ثندس غر وإستبرقا فحلوا أثابر من فضة فسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزل لا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تتع منهم آسما أو كفورا فاسكر اسم ربك بقرة وأصيلا ومن الليل فاسد له وسبح ليلا طبيلا إن هؤلاء يحبون العدلة ويذرون وراءهم يوما صفيلا نحن خلقناهم وشددنا أصرهم إذا شئنا بدلا أمثالهم تبديلا إن هذه تسفرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملكيات ذكرا عذرا أو نبرا إنما توعدون لباكع فإذا النجوم طمست وإذا السماء أفردت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإذا يوميذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتضعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وإذا يوميذ للمكذبين ألم نخلقكم مما إمهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وإذا يوميذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا فاجعلنا فيها رواسي شامخات وأصطيناكم ماء فراتا وإذا يوميذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالكفر كأنه جمالة صفر وإذا يوميذ للمكذبين هذا يوم لا ينطكون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وإذا يوميذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون وإذا يوميذ للمكذبين إن المتقين في ظلال موعيون وفذاكها مما يشتغون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يوميذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يوميذ للمكذبين وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون ويل يوميذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أسواجا واجعلنا نومكم ثباتا واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا واجعلنا سراجا وخاجا وأنذلنا من المعصرات ماءا سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وطيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت برصادا للطاغين ما بلابسين فيها أحقابا لا يذوكون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء عفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نفيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاذا حدائق وأعنابا وكذاعب أطرابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه فطابا يوم يكون الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والنابعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبها فالسامقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الهافرة أئذا كنا عظاما نقرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طوا فقل هلك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فاراه اللاية الكبرى فكذب بعصى ثم أدبر يسعى فحشر فلادا فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أب السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والذبال أرساها متاعا لكم ولي نعامكم فإذا جاء في الطوامة القبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرذت الجحيم لمن يرى فأما من طواب آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة ييان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو وفاها عبث متولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكى أو يتذكر فتنفعه بفرا أما من الزغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يتذكى وأما من جاءك يسعى ما هو يغشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهره بأيدي سفرة كرام برره كتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا البلاء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقذبا وثيتونا ونقلا فهدائك غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعابكم فإذا ذات الصاقة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه فصاحبته وبنيه لكل امرهم منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مصفرة وواحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة طرحفها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس كبرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عدلت وإذا البثوش حشرت وإذا البحار صجرت وإذا النفوس دوجت وإذا الموهودة سئلت بأي ذنم كتلت وإذا السعف نشرت وإذا السماء قشتت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة اذرفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنة الجبار الكنس والليل إذا عسعست والسبح إذا تنفس إنه لقول رسولنا كريم بكوة عند ذي العرش مكين مطاع سم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفك المبين وما هو على الغيب بغين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله ورد العالمين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البهاغ فجرت وإذا الكبور بعصرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لهافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وباهم عنها بغائبين وبا أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وإن للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وذنوهم يخفئون ألا يظن أولئك أنهم مبعثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما في الدين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون في يوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال لا فاطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمهجوبون ثم إنهم نصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علليين وما أدراك ما علليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك يندرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم إسقهن من راحيك مخطوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومذاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغربون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لولون وما أرسلوا عليهم هافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يوحفون على الأرائك يندرون ألصبب الكفار ما كانوا يفعلون إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت فاذلت ربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادث إلى ربك قد حنف ملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يصيرا فينقلب إلى أهله مصرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فيصلى سعيرا إنه كان في أهله مصرورا إنه غنى لن يحور بلى إن ربه كان به مصيرا فلا أخثم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فإذا قري عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعنون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود فتل أصحاب النقدود النار ذات المقود إذ هم عليها قعود فهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوت الكبير إن بغش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور البدود ذو العرش المديد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كثروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محسور والسماء والطارف وما أدراك ما الطارف النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن تافق يخرج من بين السلم والثرائب إنه على رجعين قادر يوم تبل السرائر فما له من كوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل فما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم ربيدا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فاجعله غساء أحوى سنكرهك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهرى ما يخفى فليسرك للجسرى فذكر إن نفعت الذفرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشفى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تكسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي السحف الأولى سحف إبراهيم وموسى الأتاك حديث غاشية حجوه يومئذ خاشعة عاملة أصربة فصلى ناراً حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من غريع لا يسمن ولا يغني من جوع نجوع يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها ثرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونبارك مسوفة وضرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف ستحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطرة إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله